طلب أغرب من الغرابة أثار اندهاش العريس وحيرة أسرتها وأسرته وسبب ضجرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ما طلبته الفتاة لإتمام زواجها أمر غير مقبول ولم يحدث أن طلبته فتاة مثلها من قبل فما القصة؟ علاقة قوية للغاية جمعت تلك الفتاة بصديقة عمرها والتي يبدو أنها أصبحت أقرب إليها من أي شخص آخر بما في ذلك العريس الذي ذهب ليتقدم إليها لخطبتها وفي تلك اللحظة عادة ما تقرر الفتيات أن تنطلق في الدخول في الحياة الزوجية من خلال الاستعداد للزفاف وتجهيزات المنزل فيصبح خطيبها هو رقم واحد في حياتها في تلك الفترة حيث تباشر الاهتمام به وبكل ما يقرب زواجهم لكن كل تلك الاستعدادات لم تبعد تلك الفتاة عن صديقتها بل زادت من ارتباط الصديقتين ببعضهم البعض لدرجة أن العروس قررت أن تفاجئ عريسها بطلب لا يخطر على بال فقد أطلقت تلك الفتاة مبادرة قامت بها لمساعدة صديقتها على الزواج حيث أعلنت الفتاة الأردنية أنها اشترطت على العريس الذي تقدم لها أن يتزوجها هي وصديقتها معا وحسب المعلومات فعلى الرغم من حالة الدهشة والاستغراب التي أحس بها العريس عند تقدمه وهو أمر مفهوم طبعا لكنه قرر أن يسير تلك الفتاة في مبادرتها فوافق العريس على طلبها مع اشتراطه أن تراعي الفتتين وضعه المالي فكان شرطه أن يجمعهما في منزل واحد وأن يدفع مهرا واحدا لأنه لا يستطيع دفع مهرين وفتح بيتين وهو الأمر الذي وافقت عليه الفتتين وقبلته في حالة نادرة من حالات الصداقة التي تجعل الفتيات تتجاهل مشاعر الغيرة تماما وتفضل أن تتشارك فرحتها مع صديقتها حتى لو كانت تشاركها في زوجها الفتاة الأردنية فسرت ما قامت به بأنه محاولة منها لتخفيف العنوسة من العالم بل وضعت الفتاة الأردنيات للاعتماد على مبادرتها وتقليدها لما في ذلك من فائدة على المجتمع بحسب تعبيرها ولاقت مبادرة الفتاة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد وبين مشجع للفكرة حيث عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم لتلك المبادرة التي عاكست حس الخير والطيبة في الفتاة التي قررت أن تدخل الفرح على قلب صديقتها وأن لا تفرح بدونها وهو أمر بالفعل سيعزز من مواجهة العنوسة في حين رأى آخرون أن الفتاة لا يجب أن يكون ما فعلته نموذجا يحتذى لباقي الفتيات فالأسرة والزوج ليس محل مشاركة بين الفتيات فالزوج والزوجة جعلهم الله سكنا لبعضهم البعض فقط وأنت ما رأيك فيما فعلته تلك الفتاة؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة